الحديث الحادي والثلاثون الحس على الزهد في الدنيا عن أبي العباس أهدن بن سعد الساعدين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الله فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة رواه الدار قطني وغيره